أما بدري مالون لعب المنتخب المغربي فقال كان هدفنا لعب النهائي والفوز باللقب ولما لا خاصة بعد الأداء الذي قدمناه نشكر الجماهير العربية على دعمها المستمرة لنا لقد مررت بفترة في منتهى الصعوبة ولم أتوقع أن أصل لهنا لكن أشكر وليد الريكراكي اللي جعلني ضمن هؤلاء الأبطال الذين شرفوا المغرب هقف شيء عن تصرحات بدري بنون أنا شفت تصرحات بدري بنون بعد المباراة وشفته أهوابك وبدري بنون سيبك أنه كان موجود في مصر ونعرفه كويس مع النادي الأهلي ولعيب محترم ولعيب مهزب ولعيب قوي والمدافع الكبير بس بدري بنون مر يا جماعة خبالك ما تسلطش الضوء عليها بشكل كبير بس مر بظروف صحية في منتهى الخطورة العام الماضي مشاكل كبيرة في القلب مشاكل كبيرة في مضاعفات كان عنده كورونا وبعد كده جات له مضاعفات في القلب والتنفس عمله مشكلة صحية كبيرة كي يتممكن ممكن على الأقل يعني ربنا يحفظه ويحميه خليه بطى الكورة بس يرجع تاني يلعب وينتقل لفريق القطري من النادي الأهلي وينضم للمنتخب المغربي في هذه النسخة الاستثنائية للمنتخب المغربي والمنتخب وأي منتخب عربي في كأس العالم فده كرم كبير من ربنا ليه بصراحة وهو يستحق أنه يكون ضمن هذه المنظومة فتحية لبدر بنون وتحية لرفاق بدر بنون في المنتخب المغربي أنا حقيقي لامس ده من بدر يعني أصلا أول مواليد الرقراجي حط بدر بنون في قائمة المنتخب المغربي الكأس العالم قلت ده موقف عظيم من وليد الرقراجي أكيد هو مش موقف إنساني بس أكيد موقف فني وإنسان مشاركات بدر بنون ما كيتش كثيرة في هذا المونديال ولكن الدقائل اللاعب فيها كان لعب جيد وبلا أخطاء وأقدم مباريات جيدة فكرم عظيم لربنا الموضوع حلو كله على بعض الصورة بتاعت المغرب كلها على بعضها حلوة بالإنجاز بالأمور الإنسانية بالأمور الشخصية بمواقف اللاعبين مع أسره ومستوى اللي كنا متشوفها في أبعاد كثيرة جدا في وصول المغرب لهذه المرحلة احنا خرجنا بيها من المونديال بساطتنا أداء فني رائع جدا في الملعب وأداء نفسي ومعناه وكمان كنخارج الملعب عظيم جد